استكمالا للوحدة الرابعة نظام التكاليف على أساس النشاط نتعرف على مراكز التكلفة في ضوء نظام التكاليف على أساس النشاط let's call centers in ABC ونقرن بينها وبين مراكز التكاليف في النظام التقليدي تختلف مراكز التكلفة في ضوء نظام التكاليف على أساس النشاط عنها في ضوء النظام التقليدي اللي هو التخصيص حسب المنتجات فمراكز التكلفة في النظام التقليدي تقسم إلى مراكز الإنتاج مراكز الخدمات الإنتاجية مراكز الخدمات التسويقية مراكز الخدمات الإدارية والتمويلية مراكز العمليات الرأسمالية أما في نظام ABC النظام التكليف على أساس النشاط تقسم إلى مراكز التشغيل مراكز الخدمات مراكز دعم الأنشطة التشغيلية مراكز دعم الأنشطة الإدارية نظام التكليف على أساس النشاط المزايا Activity Based Costing Advantage لنظام التكليف على أساس النشاط مزايا عديدة منها رقم واحد النظام التكليف على أساس النشاط بيقوم بتحديد مسبب تكلفة مستقلة لكل نشاط وبالتالي لكل مركز تكلفة الأمر الذي يكسب عملية التخصيص الكثير من الموضوعية ويعمل على تأصيل علاقة السببية في عملية التخصيص ده أول ميزة الميزة الثانية أن نظام التكليف على أساس النشاط يحمل كل منتج بالقدر المناسب من تكلفة النشاط الميزة الثالثة استخدام مجموعة من أسس التحميل التي لا ترتبط أو تتأثر بالتغير في حجم الإنتاج وإنما تعبر عن درجة استهلاك النشاط للموارد المتاحة درجة استهلاك النشاط للموارد المتاحة الميزة الرابعة أن النظام التكليف على أساس النشاط يعتبر نموذجا لقياس الطلب على استخدام الموارد وليس نموذج لقياس الإنفاق حيث أن هذا النظام يحاول قياس مقدار ما استخدم من موارد على مستوى المشاه ككل وتجزئة ذلك على مستوى كل نشاط فرعي ورئيسي داخل المنشأة الخاصية الدرجية للأنشطة هيا ركز أوف اكتيفتز طبقا للخاصية الدرجية للأنشطة تقسم الأنشطة إلى أربع مجموعات أربع مجموعات هي أنشطة ترتبط بوحدات الإنتاج الـ Unit Level Activities أنشطة ترتبط بمين؟ بوحدات الإنتاج رقم 2 أنشطة ترتبط بدفعات الإنتاج الباتش ليف الأكتيفتز أنشطة ترتبط بدفعات الإنتاج الدرجية الثالثة أنشطة ترتبط بدعم المنتج ككل Product Sustaining Activities أنشطة ترتبط بدعم المنتج ككل أربعة أنشطة مداعمة لعمليات المنشاه ككل Facility Sustaining Activities أنشطة مداعمة لعمليات المنشاه ككل SOP ترجمة نانسي قنقر